الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمين أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة بعنوان رمضان شهر الإيمان من أهم الثمرات التي ينبغي الحرص على اكتسابها في هذا الشهر الكريم ثمرة الإيمان والإيمان راحة قلبية وتجليات ربانية على القلب يستشعر بها المسلم بقوة عظيمة وطاقة داخلية يستطيع من خلالها الوقوف أمام كل أعباء الحياة دون أن تؤثر فيه الإيمان هو الروح التي تنبض في هذه الحياة والإنسان بدون إيمان لا شيء يصبح كجثة هامدة لا روح فيها فالإيمان هو روح هذه الحياة وإنما كان الإيمان ثمرة من ثمرات الصيام لأن الله تبارك وتعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فَكَأَنَّكَ لَا تَصُومُ صَوْمًا حَقِيقِيًا إِلَّا إِذَا كُنْتَ مُؤْمِنًا حَقِيقِيًا فالصيام والإيمان متلازمان بينهما تلازم إذا صمت صوما حقيقيا خاليا عن اللغو والرفث وتضييع الوقت إذا صمت إيمانا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان استمع إلى هذا اللفظ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والإيمان فكأن بينهما تلازم أو ترابط أو علاقة قوية وكأن أحدهما ثمرة للآخر فلهذا وجب عليك أيها المشاهد الكريم أن تلتمس هذه الفائدة وتحرص على اكتسابها في هذا الشهر المبارك ولتعلم أنه لكي تكتسب ثمرة الإيمان بالصيام فينبغي عليك أن يكون صيامك صياما خاليا من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إياك أن تظن أن المطلوب من الصيام هو أن تترك الطعام والشراب كلا هذا آخر شيء ينبغي أن تفكر فيه فالله تعالى يريد بك اليسر ولا يريد بك العسر الله تعالى يريد راحتك لا يريد تعبك الله يريد صحتك لا يريد سوى غير ذلك الله عز وجل أراد بك الخير حينما ألزمك بترك الطعام والشراب والشهوات هذه المدة الزمنية المؤقتة إنما جعلك الله عز وجل وأمرك بترك هذه الشهوات حتى ترتقي إلى منزلة من منازل الإيمان يصعب الارتقاء إليها بدون أداء هذه الفريضة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان وأن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته